قلتها من قبل نعودها لهم والله في اللحظة اللي ترسلوا فيها جزائريين من الجيش الجزائري سواء كانوا مخابرات أو جيش عادي أو إلى خارج الجزائر من أجل الاستعمار سواء الفرنسي أو غير الفرنسي سندعو هذا الجيش للتمرد لن نطلب من عناصر الجيش أن يتمردوا ويحملوا سلاح ضدكم لكن سنطلب منهم على الأقل أن يتمردوا ويرموا سلاح ويروحوا لديارهم لسنا نحن الذين نكون حركة و تيرايير عند الجيوش الاستعمارية من أجل إعادة استعمار إفريقيا ونهب إفريقيا لا للروسي ولا الفرنسوي ولا الأمريكي ولا الغيرو ليس نحن ولن نقبل بذلك وإذا كنتم اليوم سيطرين بقوة القهر وقوة القضاء العملاء والبوليس والدرك وتخوفوا في الشعب هذا الوضع سيتغير وسقسوا أويحيا اللي طبعا كان سيدكم وسقسوا السعيد اللي كان سيدكم سقسوا كيفاش تغيرت الأمور والقوروحة في السجون وبعضهم تحت وبعضهم في القبور ستغير الأحوال وهذا الشعب لن يقبل بأن تكون الجزائر تحت أي ظرف في خدمة الاستعمار الاستعمار رهناه بلادنا من بين الأدلة الأخيرة هاو عاودوا ولا يشرف القمح قال لك على الجزائر تشتري مليون ونص طن من القمح الفرنسي لتأتي في المرتبة الثانية بعد المغرب وقبل المصر من قليل يعني المغرب والجزائر ومصر يشرف القمح الفرنسي مساحتنا احنا مغرب والجزائر ومصر ندير بفرنسا عشر مرات قريب على الأقل خمس ست مرات لكن نشتري القمح الفرنسي لأن أنظمة فاشلة لا تستطيع حتى توفير القمح لكن عندنا في الجزائر الوضع أسوأ بكثير لأن نحن مليون ونص هذا الربع القمح اللي ينشروه باركران ينشروه في ستة ملايين في القمح ونحن ثاني مشتري القمح بعد مصر في العالم وإذا حسبنا عدد السكان كنوا احنا أول مشتري القمح في العالم عادوا راحوا يشروه في القمح بعد ما كانوا العامل يفات قال لك من عند الروس خلاص ما ينشروش من عند الفرنسيس على لأن بوتين غرق في أوكرانيا وأنا قلتها كي جاء في الصيف اللي يفات كي جاء ماكرون كانت خلاص وصلوا كابرانات الكابرانات في الجزائر إلى القناعة من أن بوتين لن ينتصر في هذه الحرب وبالتالي خلينا نروح من الحجر الروسي إلى الحجر الفرنسي وخلينا نثبت روحي ونضمن روحي لأن شينغريحة يعرف أنه في اللحظة اللي ما يكونش فيها رئيس الجيش رئيس هيئة الأركان ينتظره السجن لأن كثيرين روحي انتظروا فيه في الدورة وكثيرين ظلمهم وكثيرين حقرهم خلاف الشعب اللي حقره في تسعينات واللي ذبحه في تسعينات لكن لأنه مرتزق وخائن بالمناسبة تلقى ابنه هناك ابنه رغو ديرو كوموندو يأكل فيه أموال الشعب الجزائري يدي في ساليرتا 12 ألف أورو لشهر سيارتين شقة هذا الرسمي وشيء كثير مدفوع على أساس أنه عضو قطاشي ميليتار في باريس أما ما خلفه لزافير كلها يديرها شفيق والتعينات والترقيات كلها تمر على شفيق وعلى ولد هذا الأمين العام إلى آخره في عبث آخر عبث شديد بأس وينحول البلاد